أدي عمرو إبنك؟ 21 سنة ممكن يحب إذا حب فتاة إسرائيلية شو بتعمل؟ ممكن، ممكن، ما تدرويش حب رتا بس تركة، قال بين رتا وعيوني بندقنا صحيح، ولكن أنا تربيتي، أنا بشكل كتير واضح أنا تربيتي، منت بتعرف شو بتربي بالنهاية تربي بس القلب، مش القلب وما يريد؟ صحيح حب منه عابر لا لا، السؤال مش إنه والله إنه عم بتهرب منه يعني بالنهاية ابني وحر مثل ما أنا قلت لابني إنه أنت يكون حر وكون مستقل حتى بهاي الأمور الصعبة بدي يكون حر و بدي يكون مستقل ولكن بشعر أنا على الأقل إنه التربية بتأخذ للمحل أفضل من هيك لأنه إحنا ما من، كمان مرة، إحنا ما من علم عداء يعني أنا اليهودي بالنسبة لإليه هو مش عدو هو؟ لا لا، هو شعب أول شيء يهودي عندك أصحاب يهود؟ طبعا عندي أصحاب يهود ممكن يحب ابنك يهودية؟ ممكن جدا، أنا عم بقولك ولكن إذا بتسأليني هو ابني بالآخر يا عبد يوق بدي يستشير أبوه وانت يا يابا شو رأيك بالموضوع؟ حق يواجب يهوقول له يا يابا أنا بفضل تأخذ حدا من شعبك ولكن بالنهاية أنا بدأ هاي هي الأمور الصعبة إحنا ليش أباء؟ الأمور الصعبة مش عشان نهرب هو أقول له وأفرض عليه لا 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 وين الحب؟ ولكن بش راح تصير؟ برجع أبو أقول لك لأنه أجواءنا حياتنا ثقافتنا تبعد 180 درجة عن حياتهم وثقافتهم 180 درجة حبيت كلمة يا أبا ده فيها حنية عادة أمي فيها حنية بس طلعت منك كتير حنونة هيدا الكلمة لما تسافر أستاذ أشرف بتسافر بأي بسبور؟ الفلسطيني نعم وهي كمان نقطة يعني أنا السلطة الفلسطينية مشكورة طبعا طعت لشخصيات اعتبارية الجواز الفلسطيني عشان نقدر نتواصل مع العالم العربي واللي أخدوا الجواز الفلسطيني بنعدوا على إيد وحدة يعني هاي كمان جزء من الاشي اللي صعب يعني شوفي هل يعني ممكن يكون حدا ما حدا بيعرفه ما بيقدم شي بالإعلام ما بيقدم كذا رح يكون عنده مشكلة مع التواصل يعني أنا بصدفي لأنه بيعرفوني وعندي محتوى ومحتوى بتخيل فخر لمجتمعنا الفلسطيني كان إلي سهل أنه يا عم يخد أنشر رسالة فلسطين في العالم العربي وهذه نقطة كتير صعبة أنا لما بلشت بأول المقابلة قلتلك ألاف الرسائل من فلسطينيين من عندنا نيالك إحنا كمان حلمنا وأنا حابب أن هذا الحلم يتحقق بيوم من الأيام أنه العالم العربي يفهمنا يفهم أن إحنا ناس نضاف اسمح لي من خلالك ومن خلال هالحديث وجه تحيلة فلسطينية 48 أنا بلتقى فيهم كتير بدباي وبعمان وبأوين مكان وبحبوك كتير وأنا بحبهم كتير فتحيلة لكم وتحيلة نضالكم ولا مقاومتكم ولازم كلنا كأعلاميين وكمثقفين وكمؤثرين نضوي أكتر على هالتنين مليون اللي فيه كتير منهم مناضلين ما بدي أقول كلهم ولا مرة كلهم ولا مرة كلهم نعم بأي بلد عربي ولا مرة كلهم نكون عم نشكي شعارات صح